في هذا الأمر سؤال إذا كان الزوجه يمتنع من حقوق الزوجة ومنها النفقة فما هو الحل نحن نتكلم عن أمرين أمر مرتبط بالقانون يشتكي الشخص عند القضاء وأمر الثاني يطلب بنا أن ننصح نقوله للرجل الإنفاق على زوجتك من الواجبات عليك كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس هذه من الواجبات الدينية يجب عليك أن تنفق على زوجتك حتى وإن كانت هي موسرة يعني المرأة غنية الرجل عليها أن ينفق على زوجتك لا يجوز له أن يقول أنت غنية ليش أنا أنفق عليك هذه من واجبات من واجبات الرجل ومن حقوق المرأة أن تحصل على النفق من الزوج لكن الجانب القانوني يرجع فيه للقانون ترجمة نانسي قنقر